أهلا بحضراتكم مرة تانية كل سنة حضراتكم طيبين النهاردة شام النسيم أو عيد الربيع وبدأ تقليد مصري أصيل عمره أكتر من 4000 سنة نفس العادات نفس الطقوس المتوارسة منذ عهد المصري العديم طبعا دلوقتي نتكلم بقى عن شام النسيم عن تاريخه وعن أصل الفسيخ كمان وموضوع البيض الملون معنا الدكتور الحسين عبد البصير مدير الأسهار بمكتبة الإسكندرية صباح الخير عليك يا دكتور صباح نور فنم كل سنة حاجة طيب صباح خير وقت كل سنة وحضر لك طيبين أهلا بك عايزين نرجع وراء شوية كده ونقول للناس إيه أصل شام النسيم ده أصل الاحتفال بي هو طبعا شام النسيم وعاد عيد مصر القديم زيما حاجة تفضلت بيرجع لعهد الدولة القديمة عهد الفترة بتاعة الأهرامات وكده هو الاحتفال يعني كان بيقوم بتقديس الطبيعة والاحتفاء بالطبيعة وشكر الطبيعة لكل الحاجات الجميلة اللي بتعملها المصري طبعا عندنا في مصر قديمة ثلاث فصول رئيسية منهم فاصل اسمه الشمو اللي هو خاص بالحصاد ففاصل الحصاد ده طبعا بيتم في أن الأرض تصل إلى القمة في الانتاج الزراعي والمحاصيل فكان طبعا لازم نوع من أنواع الشكر لالهة الخاصة بهذه الأرض الزراعية عندنا رب رينينوتت ربط الحصاد رب نبري رب القمح إله النيل إله حعبي أو حابي فكل ده كان نوع من أنواع يعني شكر المصريين القدماء للطبيعة واحتفاء بهذا الفصل اللي بتم فيه طبعا النباتات بتظهر الانتاج الزراعي النيل في حد ذاته الخروج للمتنزهات وطبعا كان فيه أكلات شهيرة في هذا العيد المصريين القدماء كانوا حرصين عليها وكل هذه الأكلات لها ارتباطات دينية خاصة بالخصوبة بالبعث بالخلود بمصر الأديمة بالإله وزوريس بكل هذه الأفكار اللي بتؤكد على الاستمرارية والتكاثر والخصوبة والنماء في العالم الأول اللي هما بيعيشوا فيه وكذلك أمنات المصريين أن يتحقق لهم هذا الأمر في العالم الآخر اللي هو العالم الآخر طيب دكتور سمينا لي شام النسيم إسر التسمي هو طبعا النسيم دي كلمة عربية طبعا ملاش طبعا الناس بتحاول تقول إنه هو جاي من الإبتي أو جاي من مصر ما لا هو زي ما قلت لحضرتك هو عندنا شيمو ده هو الفصل الخاص بالحصاد في مصر القديمة لكن إحنا طبعا ربطنا بين الشام اللي هو في حد ذاته والنسيم اللي هو الهواء العليل اللي بيطلع في هذه الفترة من العام فترة الربيع وطبعا بنشوف الأزهار المتفتحة والزهور والأشجار وفصل الإنبات وكل هذه الأشياء اللي بتؤكد على الخصوبة في الأرض المصرية فكان النيل بيقوم بدور عظيم جدا في تخصيب الأرض المصرية من خلال الفيضا وكذلك الأعمال الزراعية والإنتاج والمحاصيل والنباتات والورود فكل دي مظاهر بتنم على تقديس المصر القديم للطبيعة حبه لهذه الأرض انتماؤه لهذه الأرض واحتفاله بالطبيعة كي يستنشق هذا الربيع وهذه الندر الأطرية وهذه النسائم والأجواء والنسيم في حد ذاته كان دايما كعيد بالنسبة لهم كان يبصحوا بدري يذهبوا المتنزهات يركبوا المراكب النيلية الستات كانت بتتزين بتحط الظهور في رصها بتبدأ تسرح شعرها بشكل جميل تفننا في لبس يعني كان ليه كمان مظاهر الاحتفال غير طبعا هو خروج هو احتفال يعني هو طبعا مش بالشكل الديني استمتع بالطبيعة احتفال اجتماعي أكتر منه ديني لكنه طبعا كان مرتبط بعدد من الألهة المصرية القديمة لكن هو الاحتفال في حد ذاته البعد الاجتماعي فيه هو الأهم خصوصا الناس بتجتمع بتاكل الأكلات المميزة في هذا العيد بتذهب للنهر بتذهب للحضائق للمتنزهات للبعد القريبة المصادر المياه والاستمتاع بهذا الجو وهذا اليوم وبيصحوا برده من بادري بحيث أنه هو يعني يشهدوا نوع من أنواع تحاولوه من أوله اه اليقظة وفي نفس الوقت دايما حتى في الريف عندنا يقولك لازم في شام من السيم تصحى بادري عشان تصاب في العام كله بنوع من أنواع اليقظة وما باش عندك كمول والناس كمان حتى في الريف بينزلوا عفهم في الطرع أو بيستحموا في الطرع وفي المياه يقولك بيتطوب بحيث أنه يعني الطمي بتاع النهر مع الاستحمام في هذا النهر بيدي له نوع من أنواع نقدر نقول الحيوية والمشاط واليقظة طوال العام بل العام بتاعه عام يعني نشيط وعام سعيد طيب إيه دخل بقى الفسيخ في الموضوع أو الفسيخ طبعا ده سمك هو سمك مملح هو البوري والبوري ده رمز من رموز الإله وزريس الإله وزريس ده إله الخلق في مصر القديمة وإله البعث والخلود طبعا نحن عارفين قصة شهيرة بتاعت موت وزريس وبعثه عن طريق الإله إزيس وقتله عن طريق أخول فطبعا السمك في حد ذاته ليه رمزية لهذا الإله ويرتبط بالبعث والخلود وطبعا ما حدك بيتملح السمك بتحافظ عليه أنه يعيش فترة زمنية أطول فهذا نوع من أنواع الحفاظ على السمك السمك في حد ذاته كان بيطلع البيض اللي هو بيت بتاع السمك اللي بيطلع أسماك صغيرة هو ده في رمزية التكاثر والبعث والميلاد والخلود الحضارة المصرية كلها السر فيها البعث والخلود الناس بنت الأهرامات بنت المقابر عاموا المعابد عشان يتقربوا للأليهة كل ده الهدف منه كان البعث والخلود فاسمك ليه رمزية وليه دي الله لارتباطه بالإلهة أزريس إله الموتى وإله العالم الآخر وسيد محاكمة الموتى في الأبدية فكل ده مرتبط أزريس الملح للحفظ هذه الأسماك طبعا وبيديها طبعا طعم كويس جدا لكنه نوع من أنواع الوسائل للحفاظ على هذا النوع من الأسماك لن أحاك يعرف السمك بيفسد لو سيدتك ما ملحتوش فعندنا برضو الخص الخص ده رمز للإله مين الإله مين ده إله الخصوبة وهو كان إله شهير جدا في مصر قديمة لأن الخص يعني الأطباء اشتغلوا ليه واكتشفوا أنه هو فيه نادر نقول يعني زيوت وقدرة على الخصوبة والتناسل فالإله مين عادة بيصور في المعابل المصرية وفي المناظر ووقف جنب منه نباتات الخاصة التي ترمز إليه الملانة برضو اللغة الحمص الأخضر هو بيسموه بيك بيك يعني السقر السقر اللي هو الإله حورس برضو هذه الحبات بترمز إلى الإله حورس والإله حورس هو كان رمز الملكي كان يمثل الملك الحي في مصر القديمة وأي ملك كان بيحكم على عرش مصر هو الإله حورس ابن الإله وزريس فكلها لها دلالات دينية البصل في حد ذاته كان برضو ليه دلالات مهمة جدا لطرد الأرواح الشريرة قدرته برضو على الخصوبة والنماء والنسل والتكاثر في مصر القديمة يعني كل هذه الأعمال وكانوا بيعلقوه على البيض بتاعتهم وحتى في الريف في مصر كانوا بيحطوا الفترة قريبة تحت المخدات ويعلقوه على البيبان وعندنا قصة كده يعني متوترة بتقول إن أحد الملوك ابنه كان تعبان لفترة زمانية طويلة فعطل الاحتفالات في الدولة على أي نحو من الأنحاء وبعدين طلب كبير الكهنة وقال له أن ابني تعبان عايزك تشوف لي حل لهذه المشكلة فالكبير الكهنة ده جاه وجاب بصلة وحطها تحت مخدت هذا الولد تاني يوم في الصبح شق البصلة وشممها لهذا الولد قال له فيه أرواح شريرة والأرواح الشريرة دي لازم نطردها عن طريق هذا البصل الولد فاء وبقى كويس البلد كلها احتفلت بهذا العيد كل الأطفال بتوع البلد شاركوا هذا الأمير في هذا الاحتفال بدأوا يعلقوا البصل على السرائر على أبواب البيوت ويعلقوا كمان في رقابهم بحيث إنه هو يطرد هذه الأرواح الشريرة ويشفي العليل ويشفي العليل بناء على زيق أسطورة أسطورة يعني ما عندناش نتبس متوترة طبعا كل الناس النهاردة أجاب بصل وحطة المخدات لا طبعا ده بيقوا أحيانا في الريف حضرتك بيعلقوا البصل بيعلقوا كمان السنابل بتاعة الأمح فكل الحاجات دي بتبقى موجودة على أساس إنه يعني نوع من أنواع رمز للإنبات ورمز للخصوبة والنماء والمحاصيل التي تنتج الأرض المصرية في هذا التوقيت من العام كيف؟ البيض الملون بقى البيض طبعا البيض الملون طبعا هو البيض يعني عندنا نظرات الخلق في مصر قديمة بتقول إن الكون ده اتخلق عن طريق بيضة الإله خلق نفسه وطلع من هذه البيضة فالبيضة تعاد رمز للخلق طبعا قبل كده كان في نظرات أخرى بتقول إن الكون كان عبارة عن مية وبعد كده طلعت جزء من الأرض الإله قعد على هذا الجزء من الأرض وخلق نفسه بنفسه فالبيضة دي هي الإله خرج منها وعندنا برضو نيفر توم بيطلع من ظهرة اللوتس إله مصري شهير جدا وعندنا توت عن خامون ممثل بيطلع من ظهرة اللوتس في تمثال صغير كده موجود في مدحف المصر في التحرير فالبيضة كانت رمز للخلق فكل ما هو مرتبط بالخلق ونشأة الكون خرج من هذه البيضة التي ترمز الإله وعملية الخلق في مصر وبعدين بدأت حكاية التلوين دي لاحقا إحنا طبعا العيد نشأ عندنا في مصر انتقل لبلاد شهيرة في الشارع الأدنى القديم وبعدين انتقل إلى العالم وأصبح اللي هو الإستر اللي هو العيد بتاع الشرقيين أو عيد شام النسيم انتشرت بقى البيض والأرانب والشوكولاتة لحد ما وصلنا حتى للسانكس جيفنج في أمريكا طبعا بيحتفلوا به في نوفمبر في الويك اند الأخير الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر لكن هما برضو هناك في أمريكا عيد الشكر ده اللي هو سانكس جيفنج بيحتفلوا برضو بالاحتفاء بالشكر اللي هي مسؤولة عن منحهم حصاد وفير في العام في أرحال أمريكية طبعا هو عيد شوية قد يعد وساني لكن هو طبعا في أمريكا ما زالوا بيحتفلوا بيسانكس جيفنج لكن بدايته بدايته مصري مصر دايما هي البداية في الأصل يقول كلمك في كتاب التاريخ هم موقع في كتاب الجغراف وكل الحاجات نشأت في مصر يعني دايما نقول لك مصر جاءت الأول وعي كانت تاريخ جيه لاحقا صحيح طيب دلوقتي هل من العصور اللاحقة هل حد منهم أضاف حاجة لمظاهر الاحتفال بشام نسيم عصر وناني قبطي إسلامي هو طبعا يعني البيض والحاجات دي ظهرت في فترة متأخرة يعني ممكن نقدر نقول مع الفورس مع الإغريق حكاية البيض وتلوينه لكنها ما كانتش موجودة في مصر القديمة بشكل كبير واستمرت الاحتفالات بهذا العيد في العصور الإسلامية إلى العصر الحديث هو عد عيد اجتماعي لكن له طبيعة دينية في مصر قديمة مش طبيعة دينية بمعنى أنه ديني بحث بقدر ما هو ليه انعكاساته وارتباطاته نتيجة الرمزيات بتاعة كل المأكلات التي تأكل فيه وخروج المواطنين أو المصريين للاحتفاء بالطبيعة وتصفح يعني والتنزع على صفحة النهر الخالي فهو ارتباط الماء ارتباطه بالماء ارتباطه بالزراعة ارتباطه بالنسمات العليلة في مصر القديمة حاج بتشوف الستات قاعدين مسكين زهرة لوتس كده بيشموه بمناخيرهم الشم ده في حد ذاته أحد وسائل بعث المصر القديم للحياة فالستة اللي قاعدة في المائدة عفوا مائدة اللي يعني حفلة بنكويت يعني موائدة اللي بنسميها الموائدة أو الولائم يعني فبتا بتشم زهرة اللوتس فهي متى شمت زهرة اللوتس دي عن طريق الاستنشاق هي بعثت في العالم الآخر فالشم كان ليه اهمية كبيرة جدا التماثيل اللي عملوه برضو تكتب اسم حضرتك عليه على اساس ان هو تبعث في العالم الآخر لو حد دمر الاسم حد دمر المناخير فمش يشم في العالم الآخر فقال يبعث فالشم كان ليه قيمة عظمة فعن طريق الاستنشاق الدورة بتشتغل بتاعت الشم يبدأ الانسان يبعث للحياة في العالم الآخر وينعم بحياة أبادية سرماضية ليس من قرية فناء فده كان الهدف كله من هذا العيد البعث الخلود تجديد الطبيعة كل ده من هذا العيد المميز في مصر القديمة طيب فيه اي اعياد مصرية قديمة بتتشابه مع اعياد مصرية دلوقتي احنا بنحتفل بيها اه عندنا مثلا لو رحتي معبد الأقصر فيه عندنا مولة سيدة ابو الحجاج سيدة ابو الحجاج ده مسجد احد يعني اولياء الله الصالحين مبني يعني في جزء ما من جنب معبد الأقصر كده فعندك أسرة يديم اسمه عيد الأوبت ده مرسوم على مرسوم فعند الفرعون الزهبي الملك توت عن خامون بنشوف بقى الناس اللي هما كهنة شايلين المركب على كتافهم ومشيين وكده نفس الاحتفال اللي ما حاببت تيقف احتفال اولياء والحجاج جنك في الأقصر بنشوف نفس الأفعال اللي كان بيقوم بها المصريين القدماء أهل الأقصر في هذا العيد بتاع هذا الولي من أولياء الله الصالحين بالزبط اللي حدك شفت وشفت المناظر اللي موجودة في عيد الأوبت اللي هو خاص بالملك توت عن خامون مع عبد الأقصر يعني نقدر نقول تماثل بشكل كبير جدا جدا وده بيؤكد على أن مصر القديمة ما ماتتش مصر القديمة تحية تحت جلدنا مزروعة في دمائنا ومحفورة تحت جلدنا ومحفورة في عقلنا وهي حضرة دائما عيشة جوة المصريين سواء كحضرة كنت هي أو برا بدليل واحد عندنا زي سنوحي سنوحي ده كان في مصر حصلت مشكلة في البيت الملكي فهو ساب البلد وهرب كان محاولة اختيال الملك يعني راح ععد في الممتعة في الشام كده وبقى أمير وشيخ قبيلة وخلف وتجوز وبقى حاجة على أعلى مستوى لكن كل ده مش عاجبه ليه؟ عايز يموت في مصر يرجع مصر ويدفن في البلد بتاعه فكلم الملك كان الملك اللي هو سنوصرة الأول في أزيل فترة فرجع سنوحي وقابله الملك في القصر الملكي وطبعا هو ما كانش ليه زنب في أزيل مؤامرة يعني ده هو كان خاف إنه رجله تيجي في الموضوع فمشي وأقرى مفاداته ورجل دفن هي طبعا قصة مش حاجة يعني البعض بيقول لها جزء تاريخي لكن هي مش لها بعض تاريخي هي قصة فبتأكد على دي المصريين مرتبطين بهذا البلد في سواء كان في الماضي أو في الحاضر المصري بالذات متأكد على كلام حضرتك إننا دلوقتي وإحنا بنحتفل شام ناسيم بكل مظاهر الاحتفالي كان بيحتفل بيها المصر القديم الخروج للتزيين الفسح شام الهوى نضيف زي ما بنقول نتمشي على الكورنيش على النيل أكل الرنجة وأكل الفسيخ أكل البصل أنا مكنتش عارف أن هما مرتبطين مع بعض فعلا كنت فاكرا دي يعني إحنا كمصريين منحب نحط البصل كده مع الأكل فقلت جايز يكون مثلا أجدادنا هما اللي عملوا الكلام ده لكن ليها أصل لها أصول مصرية أغزم حاجة تفضلت فهو طبعا هو كله تواصل وتعيشه وعلى فكرة أفضل حاجة في مصر التراكم يعني إيه التراكم إن هي عبارة عن حضارة لها ليرز طبقات يعني هتلاقي المصر القديم ييجي بعد كده اليوناني الروماني بعد كده الإبتي بعد كده الإسلامي العصر الحديث فمصر دائما ما بتمفيش حاجة ماضية وتستحدث في مكانها حاجة تانية لا بالعكس بيعيش الماضي مع الحاضر في هارمونيا أو في تناسج يعني ما تقدرش حاجة تشوفه في أي مكان تاني في العالم مصر تقدر تشوف فيها النيل الصحراء الخضرة جنب بعض ده في حاجة يعني ما بتحصلش في أي مكان في الدنيا أنا هتشوف تلاتة مع بعض فكده يعني زي ما أستاذنا الحمدان قال على عبقرية المكان وشخصية مصر العظيمة الحضرية ومصر عظيمة على فكرة مش بالنيل بس زي ما هردوت قال وأن مصر بات النيل لأ مصر عظيمة بالنيل والمصريين لأن النيل بيمر في حضرات عديدة جداً وبلاد كتير جداً لكن لم تنشأ على ضفاف النيل في أي مكان تاني في الدنيا إلا الحضرات المصرية القديمة فهي نتيجة الإنسان المصري المحب للبناء والعمل والمسابر والذي يقدس هذا البلد وعشق تاريخه وبنذلك كانت هذه الحضرات المصرية المزهلة التي أزهلت العالم منذ أقدم الأسور وإلى الآن وشوف حاكم ابناء المعرض وتطانخ أمون ولا رمسيستاني ولا حد شبسوت ولا أي حد أديه الناس بتتكالب عليه وبقى فيه إقبال كبير الحدث الأخير بتاع المميوات ونقل المميوات مدحف الحضارة واللي شرفه في خمطة رئيسة عفتاح سيسي بالحضور قالي بالدنيا لحد دلوقتي وإن شاء الله قريب يبقى فيه حاجة تطانخ أمون نقل المصر لمدحف التحرير إلى المدحف الكبير فكل دي بيتأكد على عظمة الحضارة المصرية وعظمة مصر وعظمة مصر طبعا وفيه حاجة اسمها إجيبتومانيا الولعب المصريات أو الهوس بالمصريات أو حاسب مصر ده مش موجود في أي مكان في الدنيا فيه حضرات العراء الأديم في اليونان في الرومان لكن مصر الأديمة تبقى السر واللغز والغموض والجمال والسحر شكراً لحضرتك الدكتور الحسين عبد الوصير مدير الأسر مكافة الإسكندرية ألف شكراً لك شكراً لحاك وصنوحك طيبين وشام حضرتك بخير سعيد عليكم جميعاً يا رباً وصنوح حضرتك بخير كرسنا وكل المصريين بخير